هو ثروة فلاحية توفر إمكانات تنموية كبيرة تتطلب الحفاظ عليها وتثبينها الصمغ العربي من بين المنتجات الطبيعية التي يتم جنيها من شجرة الطلح المنتشرة في عدد من مناطق إقليم تنغير وفي منطقة الجنوب الشرقي المغربي عامة وتبذل في الجماعة الترابية حصية حيث يعتبر الصمغ العربي مورداً طبيعياً أساسياً لسكانها المحليين العديد من المجهودات من قبل الفاعلين الفلاحيين من أجل ترويج لهذا الإنتاج الزراعي الذي يعد مصدراً هاماً للدخل بالنسبة لسكان العالم القروي لسيما النساء بالنسبة للمنطقة دي القيادة دي الحصية أنها واسعة في 1400 كم مربع كتميز بواحد الكليمة اللي هو طبيعي مياه في المياه وكتميز بواحد العشباء لأنها هي العلكة العلكة ديال الطلح العلكة ديال الطلح هو شيء حاجة نحن نحسبوه كدهب ويساعد الصمغ في تحكم في نسبة السكر في الدم وعلاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي وذلك لتوفره على نسبة مرتفعة من الألياف الطبيعية وكذا عناصره القابلة للهضم بشكل سريع بالإضافة إلى تحسين وظائف الكلي وتقليل حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية